جيمي باعبوس والقصائد لأنني عمل مطش كبير مش أتكلم عنه محمود وقفة وكفة فيه يعني مش أتكلم عن إني محمود قال كل حاجة حصر تقريباً في المباراة رجل عمل مطش كبير قائد المنتخب أكيد لعيب مهم لما باج بضيف لعيب فوق السن مش بس دوره بيبقى أنه يبقى قائد للمجموعة الشباب اللي موجودين لكن هو قادر أنه يكون قائد وقادر أنه يشتغل جوه الفرقة عمل مباراة كبيرة جداً سواء على صعيد الدفاعي سواء على صعيد مهم لعيب خط الوسط لعيب مركز ستة أو مركز تمانية اللي أقوله على المنتخب أنه هوية ميكالي هي هوية في الأساس أنه بيحاول أن الفريق يكون منضبط جداً دفاعي أن الأرقام دائماً ما بتكذبش لما تيجي تتكلم أنه عنده ريكورد عظيم جداً 11 مباراة خدهم المنتخب بتكلم عن المبارايات الرسمية 11 مباراة خدهم المنتخب 10 بكينشيت رقم عظيم جداً جداً والانضباط التكتيكة عندهم مش كبير بتكلم عن المنتخب ده لما بدأ مسرته في التصفيات مع إسواتيني مباراتين ثم زنبيا مباراتين بعدين روح بطولة أفريقيا روح بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد فلاعب الجابون ألاعب غينيا ألاعب مالي ألاعب حتى المغرب المباراة الوحيدة اللي استقبل في المنتخب أهداف ومن ثم روح الأولمبياد ألعب مباراتين برضو بشباك نظيفة ده كريدت كبير جداً للتاكتك والهوية اللي بعملها ميكايلي بالمجموعة اللي موجودة معاه وكريدت كبير جداً يروح لحمزة علاء وخط الدفاع اللي قدام له الحمزة هو الثابت فيها في التكوين بتاع خط الدفاع وحراسة المرأة طبعاً مليون في المية الصلابة بتاع خط الوسط وهيضيف زيادة زيادة كمان عن المجموعة اللي موجودة إضافة محمود صبر في المبارات اللي جاية بعد انتهاء إيقافه حلم محمود صبر بقى يلعب المبارات اللي جاية بتاعوسط معه بيعملوا أدوار كتير جداً بيتم إيجادهم بشكل كبير فيدخل تدريجان ممكن يدخل يبقى موجود نصف ساعة خاصةً خلي بقى لكنا لعب المنتخب الأسباني سواء لعب كامل القوام أو منقوس من بعض اللاعبين هلعب مباراة عايز مرضود دفاعي قوي جداً من العناصر اللي هم الثلاثي بيعرفوا يعملوا مرضود دفاعي أكتر كتير من محمود صبر اللي معظم أدواره الجوبي طيب تتطفق محمود صبر يخش ولا ما يخش لا لا نفس التشكيلة هي هي ما يلعبش في أي حاجة محمود صبر هيبقى ورقة رمحة موجودة في الشروط التاني اللي انت هتلاعب منتخب أسباني عنده سرعاته ومنتخب مختلف تماماً عن عن أسباكستان وعن المباراة اللي قدام الدومينيكان فلا طبعاً أنا شايف تشكيلة زي ما هي يعني اللي تلعب به اكسب به وخليها ماشية لما يحصل أي حاجة يبقى يدخل بها خليها ماشية طيب